مشاريع هامة لكنها لم ترى النور لغاية الساعة لتبقى رهينة الهمالة والتلكؤ والتعثر في الإنجازة والذي تحول إلى متلازمة تعرف بها محافظة الديوانية بدلا من تسخيرها لصالح أبناء المحافظة خلال لقاءنا أسبوع الماضي بدولة رئيس الوزراء طلبنا من دولة رئيس الوزراء الإسراع بحالة مشاريع المجاري التي تشمل 42 هاي حالة الشركات رصينة شركات كفوءة لديها أعمال مماثلة لديها خبرة تعمل بنظام العمل الثنائي والثلاثي نظام العمل المستمر اللي هو 24 ساعة أو بالنسبة لها 16 ساعة لأن بالنسبة لشركات المحلية نشوفها غير قادرة على تنفيذ هكذا عمل ضخم وشوفنا التجارب السابقة اللي هي تجربة الرافدين شركة الرافدين أخرت مدينتنا فهذا السبب يعني تلك عمل مجاري من الـ 2010 لحد الآن وتنوعت تلك المشاريع وشملت قطاعات الصحة والرياضة والسكن وغيرها وتم تشخيصها من قبل مجلس محافظة الديوانية والذي وعد بممارسة دوره الرقابية والتشريعية بما يتلاءم والوضع الخاص للمحافظة أكو تغيير راح نقول فعلا الجهات الرقابية المتمثلة بالمجلس محافظة أحدث التغيير بيشرافها على المشاريع بيشرافها على الشركات واختيارها محاسبة الشركات المقصرة وضحها باللائحة السوداء يعني لو أكثر من شركة نضحها باللائحة السوداء ونقول بالقائمة السوداء ونقول هاي تلكت صدقني أغلب الشركات راح تمشي عادل ويصير الأمور الطبيعية سنوات من عمري هذه المحافظة مرت من دون أن تضع لها حكوماتها المحلية السابقة الحلول اللازمة والملائمة لنكبتها وبما يشبه بكون اتفاق مبرم بين الجميع على إعادة المدينة إلى عصور ما قبل التاريخ بحسب ما يراه مواطنون من هذه المحافظة من الديوانية محتزر عبودي زاكروس تيفي